استعرض وزير البترول وثروة المعدنية طارق الملة التحولات الإيجابية التي شهدها قطع الغاز الطبعي في مصر خلال السنوات السلاسل الأخيرة والتي جعلتها وحدة من أهم الدول عالميا في تصدير الغاز الطبعي المسال جاء ذلك خلال كلمته أمام مؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول أدبك 2021 حيث أكد الملة نجح مصر في التحول من دولة مستوردة للغاز الطبعي المسال إلى دولة مصدرة له وتخطيها التحديات التي كانت تواجه هذا القطاع ودعمها بقوة لتتبوأ هذه المكانة خاصة وأنها نجحت في تحقيق الاكتفاء الزاتي من الغاز الطبعي في عام 2018